موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدين الكرام و أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل و أيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين و التي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقعوها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة مشاهدين الكرام شهد العراق بعد الاحتلال الأمريكي هجمة شرسة استهدفت مؤسسات الدولة تمثلت هذه الهجمة بالتزوير بكل أنواعه و الذي دمر هذه المؤسسات من الداخل و جذر مفهوم المحسوبية و الواسطة و التلاعب على القانون لغرض التعيين و الحصول على الامتيازات المتورطون بهذا الملف هي بالطبع حكومات ما بعد الاحتلال التي شكلتها الأحزاب و التي استغلت السلطة لتملأ المناصب في المؤسسات الحكومية بعديمي الكفاءة و الخبرة على حساب مئات الآلاف من العراقيين الخريجين و أصحاب الشهادات العليا و الذين نراهم يجلسون على الأرصفة أو يعملون في مهن لا تمتوا لتخصصاتهم بصلة و ذلك فقط لتأمين قوت يومهم و عوائلهم لدينا مثال حي يلخص معاناة أغلب الخريجين و الكفاءة العراقية نتابعه في هذا التقرير قد لا يصدق الكثيرون أن بائع الدجاج هذا حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الفنون الجميلة في جامعة بابل الدكتور أحمد ضياء هادي شاب عراقي من مدينة الحلة أمضى سنوات من عمره في الدراسة والتحصيل العلمي وتخرج باحثا عن عمل يكافئ مجهوده وتفوقه في الجامعة ليجد نفسه مضطرا للعمل في سوق شعبية ذبح الدجاج وسلخه وتقطيعه وبيعه أمور أضطر أحمد للتعايش معها في هذه السوق لتحصيل رزقه وإعالة أسرته فهو المعيل الوحيد لهم نحن الشهادات العليا مهمشون في كل مكان قدمنا في الجامعات الأهلية مهمشون قدمنا في الجامعات الحكومية لا تعين نحن محاضرون السنة الأولى أنا محاضر في جامعة القادسية كلية الفنون السنة الأولى كانت في المجان في حين السنة الثانية كان لسنة كاملة أجري هو 282 ألف أين يمكن أن تعيل عائلة أو عائلتين بدي عائلتين وليس التحصيل العلمي وحده هو ما ناله الدكتور أحمد خلال مسيرته الدراسية فهو كاتب وشاعر ومؤلف مسرحي كما أنه يحظى بسمعة طيبة لدى زبائنه في السوق أحمد ولدي بالمنطقة ويحمل كافة المواصفات الإنسانية وإنسان مهذب وخوش ولد تعوب وهذا هو حاليا يشتغل هنا يبيع دجاجد ولد الدكتور أحمد واحد من مئات آلاف الشباب في العراق الذين طالهم التهميش والإهمال والحرمان من فرص العمل ليبدد الفساد والفشل الحكوميين أحلامهم البسيطة تابعتم مشاهدين الكرام هذه القصة المأساوية حقيقة للدكتور أحمد الذي يعمل في سوق شعبي وبهذه الطريقة التي تابعتموها قصة ملخصة لواقع مأساوي يعيشه كثير من شباب العراق الخارجين وأصحاب الشهادات العليا الذين اليوم أيضا نراهم يتظاهرون في مناطق مختلفة من العراق للمطالبة بالتعيين وبحق مشروع أن يعملوا بتخصصاتهم أن تكون ثمرة الدراسة الحصول على وظيفة في هذا البلد الغني البلد الثري لكن للأسف نرى في المقابل المحاصصة الطائفية التحزب هو الذي يسير الأمور هو الذي يقود الوظائف في العراق هو الذي يحدد من الذي يتعين ومن لا يتعين ومن يقود هذه العملية هم أشخاص جاءوا إلى المناصب بشهادات مزورة باعتراف الحكومة نفس الحكومة التي ترضى أن يكون هناك المزور يعمل كمدير عام أو موظف في الدولة أو نائب برلماني أو وزير نرى الشاب الحاصل على الدكتوراه يبيع الدجاج بهذه الطريقة في سوق شعبي ليست مهنة عيب حقيقة لكن قيمة الدراسة التي درسها وقيمة التعب والاجتهاد الذي قام به وفي النهاية تكون هذه النتيجة تحقيق برلماني أجراه البرلمان كشف عن وجود ما يقرب من خمسة آلاف مسؤول حكومي كذبوا بشأن تعليمهم وشهاداتهم عفوا من بينهم وزراء وأعضاف البرلمان هذا تحقيق أجراه البرلمان مشاهدينا الكرام يعني اعتراف حكومي أن هناك ما لا يقل عن خمسة آلاف درجة شهادة علمية مزورة يتبوأ صاحبها منصب مهم في الدولة نواب ووزراء داخل الحكومة تخيلوا نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم للإجابة عن هذا الموضوع أو للمشاركة ويبدأ رأيكم في هذا الموضوع لماذا نرى اليوم الحال في العراق بهذا الشكل المنقلب نرى الفاسد المزور هو الذي يقود ونرى المشتهد المتعلم الكفوء نراه في مراتب دنيا في هذا البلد معنا سيد محمود بن الموصل أول اتصال تفضل حياك الله السيد محمود بن الموصل وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام سيد محمود بن الموصل نعم 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 نحن نجد نعم 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 اي حتى مبالجيش بقواة الفراق احنا همزين خلاف الله حليز هذا اليوم عشانه خلص كلام قانون اكتبوا على الهزة دخل النوب بالقانون الحلبوسي همزين ما اعرف شنطلح منه الكلام وابه همزين فاحنا عدنا التعريد فين اليام 24 ما عند الهم وين 24 ضبط نعم ما عند الهم وين يعني شبت اليوم واحد كاتب لي حال هذي يقول له الاسر في اس ما اعرف شنو كاتب جهود من ايران طلق المعتقلين يعني دعها تشوفوا شن يخاررها الله اليوم همزين حشر حلبوسي هم حشروا وقالوا همزين دخلوا في شنونا داخل العراق انك سوف هروا من اليوم ورايح نعم نور المالك لقدنا حكومة باسمح خبرها لقد خارج الخبراء كلها بيها ديران طيب يا دارا كلم دارا قيلة شزية لان عدم طيق قيلة احب عليهم جاعدين حل كل والله انا اشكرك سيد محمود بن الموسر وصلت الرسالة عدنا سيد حسام من ذيقار تفضل يا حسام حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله يسلمك حسام شكرا شكرا على برنامجكم هذا اللي ينقل معانوات الشعب العراقي والشارع طبعا للأسف الحكومة قادرة انتحقق كل شيء لكن هذا عن شيء واحد وهي مطالب وحقوق الحقوق المشروعة لهذا الشعب المظلوم نعم أنا اللي اتكلموياك موثل عن الكلية الإدارة والقصاد محتصن بالبغداد لمدة سنتين نعم يعني شكرا ينشسوا بعد تطين حقي يعني أنا حقي كفلا الدستور الدستور يعني يعني نسوين على مرامهم بس وحقوق الشعب لو بعد يردون يردون الشعب يروح لانتخابات مبكرة على أي انتخابات هاي يعطون عنها يومه على أي انتخابات حسام اليوم حسام اليوم انت تباوع وتشوف الوظيفة اللي هو المفروض انت تأخذها وظيفة تكون مخصصة لكن مفروض نشوف اليوم بالعراق يجي واحد من حزب أو من ميليشيا أو مسنود من شخص موجود في الدولة ياخذ وظيفتك أو وظيفة واحد مثلك كفوق خريج ويحصل عليه وهو ما عنده ابتدائية بسبب التزوير وبسبب الطائفية والمحسوبية شنو شعورك انت اليوم مواطن عراقي خريج تشوف بعد كل هذه السنين من التعب وانت ياخذ مكانك واحد لا شهادة ولا كفاءة للأسف نحن منطع السنة فقنا بهيك ناس وفيك شي بهيك قانون وفيك نظام كنا مخدوعين للأسف يعني الشعب أشوف أنه إذا إذا مونصع فالسنة من عنده لحد الآن بعد هو ميقن بأنهاي الدولة وهذا النظام هو جاي بس هو ما يدري يخدمه يخدم البعض من هذه النسبة الأربعين مليون إذا يريد يخدم هذا البلد خمسة مليون واللي هم الناس المتحذبين وهاي الناس المتحذبين فبالشارة ش تكون لهم تكون لهم قوة ووش فرسالة هذا الشعب رسالة لكل خريج بالعراق ووش أطلع طالب حق الإيد الإيد وحده ما صفك ووش خلينا إيده وحده قوة هذا النظام لازم ما يبقى كافي كفى يعني كفى تحميش كفى مماطلة كفى ظلم يعني إلى متى يبقى هذا الشعب فقير فقير هو أغلى بلدان العالم نعم سيد حسامة أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة طبعا مؤسسة الأغذية العالمية تؤكد أن نسبة البطالة في العراق أكثر من أربعين بالمئة ونسبة الفقر تتخطى واحد وثلاثين بالمئة هذا باعتراف مؤسسة الأغذية العالمية وهي قبل تقريبا ثلاثة أشهر أصدرت هذا التقرير لكن أيضا هناك أرقام حكومية تتحدث عن نسبة بطالة وفقر أعلى من ذلك بكثير داخل العراق حيث تصل بعض التقارير الحكومية بتقديراتها إلى نسبة فقر تتجاوز 47% في العراق وهناك تحذيرات من تخطي نسبة 50% من الفقر في العراق خاصة في ظل تحذيرات صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي بأن نسبة الفقر في العراق أو العراق مقبل على 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر وبالتالي هذا الموضوع طبعا يرفع نسب البطالة داخل البلد أكو قصة حقيقة نريد أن نطرحها وهي كانت قد ذكرت في عام 2016 حول نظام التعينات نظام التعينات طرحها بخصوص وزارة الخارجية تحديدا المتحدث كان هو وكيل وزارة الخارجية السابق محمد الحاج حمود قال في لقاء سابق على شاشة احدى القنوات الفضائية كيف يتم تعيين السفراء يقول تأتي قوائم من الأحزاب وهو يتحدث عن نفسه بأنه كان في لجنة مقابلة المرشحين تأتي قوائم من الأحزاب هذا الحزب طرح خمسة أسماء هذا الحزب طرح أربعة أسماء وهكذا مجموعة أحزاب في العراق تحكم تقدم مرشحيها يقول يجي واحد أسأله ليش جاي يقول ما أعرف ليش جاي قالوا لي أكون مقابلة في وزارة الخارجية أروح قابل يقول أنا أباوع علي أصفن أقول ليش تريد طيب يقول لاب كيفك عينني قنصل عينني سفير عينني بعثة أي شي أنا قالوا لي روح قابل وجيت أقابل يقول أنا أباوع على حال وزارة الخارجية وهذا الموضوع يتكرر يقول رفضنا أسماء وتتكرر الحالة ونرفض وتتكرر والنتيجة اللي دا تشوفوها اليوم قنصل وسفير وبعثات دبلوماسية أميين لا يقرؤون ولا يكتبون وشهادات مزورة هذا حديث من وكيل وزارة الخارجية سابق وهو كان مشرف على مقابلة المرشحين هذا الاعتراف بحد ذاته يطرح تساؤلات كثيرة شنو دور الحكومة في معالجة أزمة التزوير والشهادات المزورة ما هو دورها لماذا لم نرى لغاية هذه اللحظة أي إجراء حكومي لإيقاف أو محاسبة كل من قام بتزوير شهادة للحصول على وظيفة ليش ما شفنا المزورين يتم محاسبتهم واسترداد الأموال اللي تقضوها على هيئة رواتب وامتيازات كل اللي أخدوه يعتبر سرقة لأنه جاء باحتيال على القانون القانون وين من عمليات التزوير المستمرة وين من النواب وين من الوزراء وين من المدراء العامين والموظفين داخل الدولة اللي تعينوا بواسطة اللي تعينوا بشهادة مزورة وغيرها من أمثلة كثيرة الضيع حق شباب عراقي تعب على نفسه ودرس لسنين طويلة في النهاية يقعد على الرصيف ويأخذ مكانه ميليشياوي ولا حزبي ولا شخص عنده فلوس أو عنده واسطة ثقيلة بعض الأمثلة الأخرى اللي تثبت أن هذه الدولة تقف إلى جانب المزورين النائب عبد الأمير تعيبان وهو تابع لكتلة صادقون اللي تعتبر الجناح السياسي لميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي هذا النائب في إحدى الجلسات البرلمانية في عام 2019 كانت الجلسة البرلمانية تناقش إعادة منتسبي وزارتين الدفاع والداخلية المفصولين بسبب تزوير شهاداتهم الدراسية إعادتهم إلى الوظائف دي يناقشون الموضوع في البرلمان طلع النائب عبد الأمير تعيبان وانبرى للدفاع عن هؤلاء المزورين المفصولين من وزارتين الدفاع والداخلية وقال أطالب بالنص أطالب بالعفو العام عن جميع منتسبي وزارتين الدفاع والداخلية المفصولين بسبب التزوير تزوير شهاداتهم وقال بالتبرير أنه هذا حال الشباب العراقي ليش نحرم من الحصول على فرصة حياة كريمة نائب برلماني يسعى إلى إبقاء مبدأ ومفهوم التزوير سائد ويطالب بالعفو العام عن هؤلاء المزورين أين النائب من مطالبته بالعفو العام عن المظلومين في السجون والمعتقلات أين مطالبته بالعفو العام عن كل بريء عراقي موجود داخل العراق يعاني من بطش الميليشيات ويعاني من الفساد ومن التزوير وغيرها ليش ليش ينبرون إلى الدفاع عن المزورين عن الفاسدين وليش ما نسمع أصواتهم دفاعا عن المظلومين سيد صباح من بغداد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة للأوضاع اللي جاي يصير بالعراق يعني بالفترة الأخيرة يعني مع الأسف يعني وصلنا لهذه المرحلة على عيد الفياسيين كلهم على عيد القضاء وعلى عيد اللي حكمنا والوزراء واللي يسمون فلسهم مستلمين ملف أمني يعني هذه الانتهاكات اللي جاي يصير بحقوق المتظاهرين والمواضيع الملفات الفساد اللي اتجاوزت الآلاف مؤلفة كلهم متهمين بيها بالفساد البرلمانيين والسياسيين والوزراء وكلاء الوزراء الكل وحتى الأحزاب وقابلة الأحزاب والحشب كلهم متهمين لكن القضاء وينهم وين عنهم يعني وصلت المرحلة بيهم هاي الفترة السنتين من 2003 ولي جاي والسنتين يعني القتيل يقتل المقتول ويمشي بجناسته يعني شوف المتظاهرين السلميين ينقتلون على دم بارد ما حد يداع بيهم والمشكلة هالي المقتول وشهداء المتظاهرين يعرفون من الجاني كل العراقيين يعرفون من الجاني هو الجاني هي ميليشيات ولائية وصارت هاي بالفترة الأخيرة قالت مصلح ما ادريش اسمه هذا الميليشياوي اللي تم القبض عليه ومتهم القضايا قتل متظاهرين سلميين وثمانمائة شهيد من المتظاهرين نفس الحالة لو سراء السلام لو حزب الله لو بدر هم اللي اللي قتلوهم لكن المشكلة القضاء العراقي صامت يعني إذا كان ربه البيت في الدف ناقر فما شيمة أهل الداري يعني ما حد يقدر يحاسب أحد القضاء فاسد النزاهة فاسدة الوزراء فاسدين وزير الدفاع فاسد الكل اتكالبهم على الموافن البريء الموافن اللي عايش على قوت قوته اليومي يعني ما عدنا منصف المن تلتجع الأمريكان يعرفون شكه ماكو ساكتين يعني الدول العربية والجامعة العربية واقفة ساكتة كل المجتمع العالمي والإقليمي ساكتين على الجرائم اللي جاي يصير بحق الإنسانية بالعراق من خطف وتغييب واغتيالات اليوم لما تحقيق برلماني يقول أكثر من خمسة آلاف شهادة مزورة أصحابها نواب ووزراء ومناصب مهمة في الحكومة ذول شلون يقبلون هم أصحاب النفوذ أن يتم فتح ملف الشهادات المزورة أن يتم محاسبة المزورين داخل الحكومة إذا هم كانت الحكومة نفسها هي عبارة عن مزورين وأشخاص عديمي الكفاءة والخبرة حصلوا على المناصب شلون ممكن يحاسبون نفسهم شلون ممكن يفتحون ملف يبعد عنهم أو يحرمهم من الامتيازات والمخصصات وهاي الهيبة والحصانة اللي حصلين عليها يعني طبعا نحن نشوف الملفات لهاي الموضوع هذا يعني مثل محمد الكربولي وغيره وآلاف مؤلفة مثل ما قلتوا بتقريركم خمست آلاف شهادة مزورة بين وزير وبين برلماني وبين سياسي وبين مستلمين مناصب عليا يعني كلها ناس مزورة شون يعني يستمرون بالعملية السياسية وهم مزورين ويستمرون لأن النزاهة والناس اللي على الموضوع مثل الجهزة الأمنية كلهم فاسدين وهم جزء من هذا الفساد فناس يسد الناس يعني ما حد يحاسب أحد محمد الكربولي طلع على واصل الفساد بالتلفزيون وحيشها ما عندها شهادة شون صير انت أضو برلمان شون وصلت لهاي المستوى لأن القضاء فاسد والنزاهة فاسدة وكل فاسدين وسراق وحرامية وناس حاطين بحلوق ناس والضقية احنا الضقية احنا يجينا شخص غير مناسب بالمكان المناسب سواء برلماني أو وزير أو مسؤول أمني ما يشتغل بصورة صحيحة لا يبني لا يعمر لا يستلم ملف حقيقي لا يحاسب مقصرين لا القضاء ياخذ يعني دوره العادل في هاي القضايا اللي موجودة ياخذ لا يبوق لطفل باكية كلينس يحكمونه سس سنوات واللي سرق أموال عالم مثل نوريد مالكي نوريد مالكي وملفة لفة مليارات ألف مليار ما حد يعرف بيها وين راحة والأراق شعب شعب يعني يعاني من نقص كل شيء بالمواد الغذائية والوضع الاقتصادي كل شيء عندنا نقص وحتى بالزراعة وبالأمور كل هالملفات عاطلة ما حد يقدر يحاسب أحد ما حد يقدر يحاسب نور المالكي لأنه هو جزء من منظومة فاسدة أيضا ذول المزورين ما حد يقدر يحاسبهم كلهم مستلمين مناصب نعم سيد صباح أنا أشكرك وصلت فكرتك شكرا جزيلا للمشاركة عندنا سيد أبو محمد من كاركوك فقدنا الاتصال ويا أبو محمد يعني أحد البحث عن هذه المعلومات وهذه الحقائق كشفت بعض التصريحات وبعض المقابلات اللي أجرتها وسائل إعلامية مع أحد الكفاءات العلمية العراقية شخص حاصل على درجة البروفيسور هذا الرجل مواطن عراقي صاحب درجة علمية عالية جاء إلى العراق محاولا أن يقدم خدمة إلى بلده يقدم خدمة إلى مجتمع تفاجأ في بيئة حقيقة تفاجأ ببيئة مليئة بالفساد والتزوير قال نصا بأنه كيف لي أن أعمل في بيئة مليئة بالفساد مشكوك بصحة الدرجات العلمية الموجودة وبصحتها العلمية الموجودة وبالتالي عاد إلى بلد المهجر راح يقدم خدماته إلى بلدان أخرى اليوم كم عراقي حاصل على درجة علمية عالية في بلاد الغربة في المهجر يقدم خدمات إلى بلدان أخرى احتضنته واحتوته ودعمته نظرا لكفاءته وخبرته أو بعضهم قاعد بلا شغل بلا عمل هارب من الموت هارب من الفوضى الموجودة في العراق شلون اليوم نحن نشوف هذه النماذج وفي المقابل نشوف الأميين الجهلة المزورين موجودين في الحكومة وديقودون هذا البلد والنتيجة شنو؟ من عندنا تصال؟ السيد أبو أحمد من النجف تفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخر عديد طبعا هو المواطن على فش يريد من الحكومة يريد الحكومة تصطر لأي شيء كريم تصطر لعمل تصطر لأمان تصطر لوجبة غداية لكن مع الأسف يعني كل هذا ما موجود والجزاء المواطن يعني يحس بمعاناة مطبيعية نحن نفجل من كل الخيرين اللي يستعون بأنهم المكنون الشيعة ومكنون السنة المكنون الشيعة أقول لهم بأنه كان الإمام علي عليه السلام رجل عادل ولا يقبل بالضروم وإن كان هؤلاء يمثلون السنة أقول لهم أن عمر بن الخطاب كان رجلا عادل وذهب من الدنيا وثيابه نظيفه فتمثلون من أنتم تمثلون من أتق الله في هذا الشعب المسكين هذا الشعب الذي وصل إلى حد المعاناة هذا الشعب العالم يتمنى الموت شرح هذه الدنيا من وراء أفعالكم التي لا تنقل أبدا وعد في الله ونعملوا كيف وصل الله سبحانه وتعالى أن يضرد عن العراقيين سيد أبو أحمد أريد أصل حضرتك اليوم ليش مد نشوفكم محاسبة حكومية أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من زور واستغل ضعف الدولة في سبيل الحصول على منصب ليش مد نشوف السلطة تنظف مؤسسات الدولة الحكومية من هؤلاء المزورين عاديمي الخبرة عاديمي الكفاءة اللي دي أخذون راتب بدون وجه حق أبو أحمد فقدنا الاتصال السيد أبو فاطمة من النجف تفضل حياك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله أبو فاطمة الله يحييك أخي محمد حقيقة هذا الموضوع موضوع تزوير الشهادات نعم منذ 2003 إلى يومنا هذا إذا كان المجرم وزير التعليم العالي علي زند الأديب التبعية الإيرانية كان مزور شهادته وقتل نائب معاون مدير التربية في الرصافة نعم كذلك على العلاق أيضا شخص كل معظمهم سهاداته مزورة في إيران كانت نعم الذين دخلوا من إيران هذا حتى يتم يعني التلاعب واللف على القوانين لأن القوانين على ساس أنت لابد أن تقدم شهادة جامعية وكذا فتم هذا الأمر لاتفاق هؤلاء مع لأن الأحزاب هذه المشكلة أخي محمد الدستور الطائفي والمحاصصات والمحسوبية هي التي جرأت هؤلاء على التزوير لأن من يحاسبهم؟ ابن عمّة وأخوه صديقه في الشرطة وفي وزارة العدل وفي التحقيقات وإضافة إلى الرشاوة يعني الرشاوة الآن معروفة في العراق الفساد فلا يستطيع ما يخافون أخي ما يخافون من يخافون إذا ما في قانون لا يخاف الشخص سيستمر بهذه الطريقة وستستمر أخي قضية التزويرات إلى أن يتم قلع هؤلاء وطردهم من العراق هل تعتقد أن ما يحصل اليوم من عمليات التزوير هي محاولة لتدمير أصحاب الشهادات العلمية الأصلية وجعلهم سواسية ويا الدخلاء ويا المزورين أنهم يكونون في خط واحد يحصلون على نفس الوظيفة ونفس الراتب وبالنهاية عندنا واحد اجتهد وتعب والثاني جاي بالواسطة والمحسوبية تتوقع هذا استهداف لأصحاب الشهادات؟ أكيد مئة في المئة أخي مئة في المئة لأن التنافس للوظائف لابد يكون هناك مميزات مميزات أن تكون حاصل على شهادة فالشخص التعبان على نفسه والسنين أضاف إلى هناك قصص يعني عجيبة يعني الشخص يرسلوه إفراد إلى دولة ثم تعبان ومن الأوائل يعني أخوة عراقية من الأوائل ثم تأتي بدرجة أولى في الماجستير وتدخل ودكتوراه إلى آخر ويتمطي على طردها ولا يهتمون بها نحن لا نعرف هذه للزواجية يعني إرسال ناس إفاد إلى الخارج ثم يأتون بنتائج مفرحة للعراقيين والعراق ثم لا يهتمون بها أخي إذا هؤلاء ضاعوا البلد بأكمله فميهمهم أخي ميهمهم والمهم هو متى يستلم الراتب متى يتم يعني الأمور صارت شخصية إذا يهتم بنفسه وبعائلته فقط للآخرين خلي يعني مع احترام يطبهم مرام ما حدي يلتفت إلى الناس الفقر الجوع القتل الخطف إذا قتلوا الخطف في الشوارع يعني ليل نهارا جهارا فماذا لك للتزوير التزوير هذا شي يعني عادي أصبح في العراق عادي يعني روح السوق مريدي الشهادة اللي تريد هي الطوكية نعم نعم سيدة أبو فاطمة أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة عندنا سيدة أبو محمد من كربلاء تفضل يا أبو محمد عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله معيني إن شاء الله صحكم الله يسلمك الحمد لله بارك الله بك تفضل حبيبي قوة تدوير كل المحافظات لا تعيينه فوق شهادات عليا وشهادات أنا واحدة من البناتين خلصة كل يضلعته بالبيت نعم شين الفائدة يعني شين الفائدة ليش قاعد بالبيت ليش ما يحصل على وظيفة بلد من حقا يحصل على وظيفة ها من يطي وظيفة من يطي وظيفة ليش ما ينطو وظيفة ليش اليوم احنا عدنا المزورين وعدنا عديمي الخبرة موجودين في الحكم والوضاع لا أنا مريد احنا بريد شغلة شغلة أصولية حكومة عدنا قانون عدنا حقوا دميج وكل شيء أقول شيء نعم حققوا حققوا واللي اجوي القانون حققوا برأيك اللي دي حكمه لا محققا يا قانون هم محقومين كلها بإيران نعم إيران هي تقول إحنا نتقول إيران هي نفس تقول إحنا محافظة العراق محافظة بالإيران نعم إيران هي بلفزها بكل هي تتحكم كلها بالإيران نعم نعم سيدة بمحمد من كربلاني أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة عدنا السيد عبد الرزاق من بابل تفضل يا عبد الرزاق حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدة محمد نعم تزوير يكون على مستوى عالي خصوصا بالدولة نعم يدمر الدولة ويدمر البلد لأنه ناس مو أصحاب اختصاص وهذا اللي احنا اليوم نعيشه بالعراق لا تحقيق مؤسسات دولة ترتقم دفسها مجرد ناس يعني همج وجهلة هم اللي جاي تحكمون من البلد وشوف البلد اليوم بقر هل يدخل بسبب دولة اللي لا فيهم مع كل الاسف اللي تدعمهم دول تتريد الخراب الدمر للعراق فهذا احنا جاي يصير بالدلدنا مع كل الاسف ومع كل الاسف تتبني الاشخاص لهم يعني لهم مؤسسين يعني ونعطمة السادة محمد سيد عبدالرزاق هم يدعون الى بناء دولة مؤسسات ويقولون احنا نريد نبني دولة مؤسسات شلون يبنون دولة مؤسسات وهذه الدولة اساسها اعتمد على المزورين على المحتالين على الفاسدين في مضامينها داخل مؤسسات الدولة شلون يريدون يبدون مؤسسات وهو المتحدث نفسه جاي بشهادة مزورة سيد محمد هو التداب يعني استقبض من عدة هو من يقول هذا الكلام حتى على مد يبطر حتى يبطر بالحكم وإلى شلو اللي يريد يقوله ويعرف نقصة كل جيانة وما دولة يعطو كل جيانة بأنه هم مؤهل للنسؤولية نعم هم جايين يسرقون للبلد ويعني ويسرقون الشذب ما لديكم يعني ناصر ما تقوله هم نفسيتهم يعني نفسيتهم المسؤولين المتحدين للنسؤولية مع البلد هم نفسيتهم قرروا احضر فوق قالوا احنا في شنة قالوا احنا في شنة وحضر فوق عادة بس ما عرف شن الاصرار هذا مع اقرار بالفشل يعني هاي هاي طامة الكبرى يعني الاصرار هم الفكرة مارس يوم هاي فالتهم هو تدمير العراق يعني دولة مع كمئير وطنية هم دولة الناس ولايين لدول اخرى والولاء هم كل العمل اللي جاي يشتغلون بالعراق هم هم للدولة اخرى يعني مو من العراق هم كل انسان هم مو عراقي ما هم ارغو بهم بالعراق فالدار هم وكل اللي يرجون يسول هو تدمير العراق العراق وصل الى مال حال يعني بعد بعد وانا هم شكرا جزيلا سيد عبد رزاق من باب لعدنا سيد ابو نزار من بغداد اتفضل يا ابو نزار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي انا مظلوم من 17 سنة نعم ابني مظلوم من 17 سنة لانه انا ماضي سياسي نعم والسياسي نضيف موذول يوم شيوع وثاني يوم بعث وثالث يوم مجلس اعلى رابع يوم اخوان مسلمين ما معرف مو من هنما طال طيب انا عندي فكر ومشيت حقيق الى هذه اللحظة طيب لكنه ما اتركت بالعمل السياسي لانه البلد متجه اتجاه سيء يعني اللي حاربنا ووقفنا ضده مؤمس مثل ما نعم ابو النزار شكرا 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 مؤسسات الدولة في ظل الحديث عن وجود تزوير ومزورين بأعداد كبيرة جدا داخل ارويقات الحكومة بكافة القطاعات الحكومية كلها واضحة اوضح للشكل يعني انا عندي حكم علي اشي قلوا عليه يقول لا توجد شهادة عيانية المدة عم يطلب الافاة عن المتهم الهارب لعدم كبادة على المتهم اللي كان يسلم السلطات المقتصحة سلمها اكون سلطات هدنة معدي سلطات مقتصحة طالهم مصالحة هاي مشكلتنا ومنا اروح للقواء هاي قلت لانتو قبلتو محامي والمحامي حضر ما قبلتو اجيب شاهد وتقولوا لا توجد شهادة عيانية على شو برأيك برأيك شنو الحل لما نشوف اليوم دولة يخرج بها يخرج بها المسؤول مثل النائب عبدالأمير تعيبان اللي يقول بانه اطالب بالعفو العام عن المزورين المفصولين من وزارتين الدفاع والداخلية في وقت من اسمع صوتهم يطالبون بالعفو العام عن المظلومين من السجناء والمعتقلين مزورين وكلهم قتله مردنا قتلت يا اخي انا القاعد اقبالك يعني بالتليفون عشو ياك نعم نصب الدولة يعرفوني انا مناظر وموقوب 63 وموقوب بـ 70 الشهر الثالث محكم بالاعدام واسلحة بيها واشكال اشكال وما احشر نفسي ويانات مجرمين نعم اكثر منها منو فيهم داخل في النهاية اي اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة ابو نزار من بغداد وصلت فكرتك ادنى سيد محمد من بغداد ايضا تفضل يا محمد حياك الله سيد محمد 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 صوتك غير واضح يا ريت لو تغير المكان لو سمعت فقدنا نتصال مع سيد محمد من بغداد طبعا الحكومة والبرلمان اللي اضطر الميليشيات ووضعها داخل اطار قانوني هو نفسه اللي خرج بقانون معادلة الشهادات شنو هذا القانون هذا القانون اقر البرلمان وطبعا واجه انتقادات كبيرة من قبل الكفاءات والاكاديميين والمتعلمين اصحاب الشهادات العليا نظرا لما سيتضمن ويايا هذا القانون مفصل على مقاس السياسيين اللي دخلوا الى العملية السياسية بشهادات مزورة واللي جاءوا بدون خبرة ولا كفاءة علمية هذا القانون مفصل على مقاس السياسيين الذين حصلوا او يسعون للحصول على شهادات والقاب علمية خارج الضوابط والمعايير العلمية الرصينة من جامعات ومعاهد اغلبها دينية غير معترف بيها شنو قانون معادلة الشهادات هذا القانون يجرد وزارة التعليم العالي من اعتماد مبدأ التقييم العلمي في معادلة الشهادات ليتم اعتماد ما سماه بالموهبة الموهبة ضمن اطار قانون اقرى البرلمان حتى يتعين بيه شخص في الدولة يعتمد على مبدأ الموهبة والجهود المتميزة بالعمل كمعيار جديد في تقييم معادلة الشهادة وهو معيار غير محدد بحدود معينة وثابتة وينهي الضوابط الرصينة والمعايير المعتمدة في تقييم الشهادة طيب نجي للموهبة والجهود العلمية المتميزة او الجهود المتميزة بالعمل من ومن داخل العملية السياسية من السياسيين النواب المسؤولين داخل وزارات الدولة في الداخل والخارج يتمتعون بهذه الصفات الموهبة والجهود المتميزة بالعمل من اليوم موجودين داخل هذه السلطة حتى لو تم اقرار هذا القانون بشكل رسمي معادلة الشهادة وتم اعتماد في العراق من من الموجودين اليوم داخل السلطة عند خاصية او ميزة الموهبة والجهود المتميزة بالعمل شقدموا للعراقيين وشنو موهباتهم أصلا عندنا اتصال السيد علي من ميسان تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله في دول قلبك والله يا أخي ملئنا من الوضع ملئنا من الفاسدين اليوم نعم في دول قلبك سادة محمد والله ملئنا يا أخي من الوضع حال الله يخليكم شون تشوف الوضع اليوم وقت الانتخابات يشوفهم أو يجون يطلعون ويجزعون ومشين وفي كل هذا أنا والله في ساعة رواحنا من نعم أخي وضعية والله تعبانا المباكة ربا مات شغلات مات في البارحة الظاهرة وناعتنا بمحاوظة منطلقات على المتظاهرين يعني فالشغلة تعبانا كل شماسات نعم ماسات يا أستاذ محمد بالقرار يعني شسوصهم بولي يا الله صلتهم علينا شنو الحل برايك يا علي والله الحل التغيير هاي بلا طبق الفاسدة بلا شس يا أستاذ محمد وسيلة التغيير برايك برايك شنية يا علي شنية طريقة التغيير برايك يا علي والله تعبنا يا أخي شي غير دولي بعد شلبوا يا أخي شنية طريقة طريقة التغيير برايك الله أكي لك طريقة التغيير برايك شنو يا علي يا أخي اللي أريد يعني الشخص بالمكان المناسب قاعد يجيب من أشخاص الله أكي لك لا شهادة لا أعلم لا فهم يا حبيبي أستاذ أنا أقصد أنت تعتقد أنه طريقة التغيير المناسبة للخلاص من هؤلاء تكون عن طريق انتخابات لو تكون عن طريق التظاهرات والانتفاضة والثورة وغيرها والله يا أخي ما يفيدوا يعمب هم قتل أخي ما يفيدوا يعمب يعني أقل شيء ظاهر على الكهرباء ما أفادوا يا أستاذ الحمد والله يرمون علينا نحن بنا بقضاق على الصالح نعم والله العظيم ما يرمون الرصاص على المتظاهرين الرصاص حي يعني أنا أمود الكهرباء الباحث أقل شيء ما يستعود يعني لما يجيك اشتتوقع يا علي اشتتوقع من واحد جاي إلى المنصب بالتزوير بالفساد بالمحسوبية والواسطة اشتتوقع منه يقبل 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 أنه أنت توخرى من منصبه أنه أنت تحرم من هذه الامتيازات أصول الشهايط ما عدتهم وردت ولا امتيازات ولا شي هيت جوا الله وكيلك أحزاب وجوا كلها على طريق مليشيات وأحزاب وحصابات خمسة ميوم شنو يأخذوا نعم فملينا والله تزاعتروها احنا سوداعتك ما يطول عمرهم نعم والله كريم وشكرا نشكرك جزيلا شكرا شكرا جزيلا سيد علي من ميسان للمشاركة خلونا خلونا مشاهدين الكرام نقرأ بعض التعليقات اللي جاءت على تقرير اللي انتجت قناة الرافدين بخصوص الشاب أحمد اللي الدكتور أحمد اللي أحمد ضياء اللي شفناه في بداية الحلقة واللي كان يمثل نموذج للخريج نموذج لصاحب الشهادة العليا العراقي اللي يعيش في بلد يعم مبدأ الفساد والفوضى والتزوير كل جوانب الحياة وبالتالي نرى النتيجة أنه قاعد في سوق شعبي يبيع الدجاج وهذا الموضوع معب لكن هو بعيد كل البعد عن تخصص عن دراست عن تعب طيلة هذه السنوات عدنا بعض التعليقات تعليق يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل لعنة الله على الظالمين الله يساعدهم حملة الشهادات العليا بلا تعيين بلا زواج بلا استقرار الله يعينهم ويفرج عنهم يا رب يقول أحد المشاركين تحسين يقول كل الخريجين وحملة الشهادات هذا حالهم بس جماعات الأحزاب من دون شهادات وهم الفائزين والعاقل يفتهم أيضا ضمن التعليقات لدينا يقول حيدر حسب الله نعم الوكيل يدرس ويتعب وبالأخير يجد نفسه بائع للدجاج هذا هو حال العراق الإنسان اللي تعب على نفسه مهمش والإنسان اللي خلصها نوم ولعب تشاهده في أعلى المناصب بلد ما يصير براس خير من وراء هاي الثلة الفاسدة اللي تسير بسكة الجهل والفساد أيضا ضمن التعليقات من ثامر يقول أحمد والكثير من الشباب يعيشون في صراع نفسي في داخلهم يقولون نحن أنجزناها ما علينا لكن لم نقطف الثمار ولو تركنا الدراسة واتجهنا للعمل لكنا قطفنا الثمار مجهودنا وهذا ليس سهلا على الشباب أن تسرق أحلامهم يجعلون الشاب العراقي يتجه إلى أمور كثيرة بعيدة عن الصواب ربما بعيدة عن الطريق الصحيح بسبب الظلم كمية الظلم الموجودة والضغط على الشاب الضغط المجتمعي الضغط من أهل الضغط في حياته الفقر البطالة الحاجة كلها تقود شريحة ليست قليلة من الشباب إلى طرق يعني طرق ليست صحيحة وفي النهاية يتساءل البعض لماذا هناك فوضى في العراق النتيجة نتيجة نظام حاكم فاشل يقود المجتمع إلى الهاوية يقول أحد المشاركين أحمد يقول مو مهم أنه أحمد دكتور ويبيع الدجاج أهم شيء القائد جعفري وأهم شيء المذهب طز بالإنسان أهم شيء المكون كل من يأخذ حقه بالحكومة ويتقاسمون بيناتهم هذا من أحمد يقول قصاي عادي هو يعدهم شهادة متوسطة وأعضاء شهادة متوسطة وأعضاء برلمان ويتحكمون بمصير شعب كلش عادي دكتورة ما عنده مكان بالوظيفة لأنه هوية قبل مخلصين متوسطة ومزورين تشماله ويقصد يقصد المسؤولين يقول مارينة تقول يعني اللي يبيع سبح يتعين رئيس وزراء وغيره من مدارسين ولا عدهم شهادات عضو بالبرلمان والخريج وشهادة كاسب هذا اللي بغير دولي كان شهادة ومكانه ومحترم الله يعينه للأسف هذا حال العراق مشاهدين الكرام في بلد جاءوا بالوعود الوهمية إلى العراقيين وصدق من صدق لكن النتيجة بعد ثمانية عشر عام نرى أن العراقيين قد وعوا إلى ما يجري حولهم ولا بد للحكومة هذه والأحزاب أن ترحل بالطريقة السلمية طريقة التظاهرات والانتفاضة لا بهذه الانتخابات المزورة مسبقا ولا بأي طريقة تروج لها السلطة بالانتفاضة كما يقول الكثيرون وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة